من أهم المشاريع المصر خدت فيها خطوة كبيرة هي مشروع التنمية الحضارية وكمان تطوير العشوائيات وشفنا نتائج ده على أرض الواقع في مشروعات زي الأسمرات 1 و 2 و 3 وكمان شفنا روضة السيدة وشفنا مشاريع تانية كتير في كل المحافظات يمكن ده نتاج لستة تريليون و 200 مليون اتصرفوا على مدار السبع سنين اللي فاتت خلينا نتابع تطوير المناطق غير الحضارية كان من الملفات الشائكة والهم على طاولة القيادة السياسية والتي وجدت ضرورة لحلها ومعالجتها ضمن أجندة التنمية المستدامة التي تسعى لها الدولة وحيث تم تطوير المناطق غير الحضارية وبناء مساكن مؤهلة ومفروشة بالكامل لسكانها أو نقل السكان في المناطق غير الآمنة إلى مساكن بديلة مبنية بأحدث الطرز المعمارية مع كامل المرافق ومفروشة بالكامل وتبلغ التكلفة الإجمالية لتطوير المناطق غير الحضارية حوالي 39 مليار جنيه وتبلغ التكلفة التقديرية لتطوير المناطق العشوائية غير المخططة حوالي 500 مليار جنيه ومن أبرز المشروعات في ملف العشوائيات حي الأسمرات الذي يمثل شعلة البداية بمراحله الثلاث بدأ في عام 2014 وانتهى في 2019 ويضم داخله أكثر من 15 ألف أسرة بتكلفة تخطط ملياري جنيه وتم إنشاء المراحل الثلاث بإجمال 18420 وحدة سكنية يضم المشروع بمراحله الثلاث عدداً من المباني الخدمية منها مجمع مدارس لمراحل التعليم المختلفة ودور حضانة ومراكز طبية ووحدة صحية ومركز رياضي وملاعب مكشوفة بالإضافة إلى نقطة شرطة ومطافئ وإسعاف وهيئة بريد كما يحتوي على عدد من الأسواق الحضارية ومخابز ومركز تدريب وصيامة ومن المشاريع الأخرى مشروع روضة السيدة أو كما كانت تسمى سابقاً منطقة تل العقارب والتي تضم 816 وحدة سكنية و198 وحدة تجارية على مساحة المنطقة القديمة بالكامل بطابع معماري يتناسب مع طبيعة السيدة زينب وتم تسكين 580 أسرة في هذه الوحدات التي كانت مفروشة ومجهزة بكافة الخدمات والمرافق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر